اهتزت ليلة الجمعة الماضية مدينة المحمدية على واقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شابة في بداية الثلاثينيات داخل منزل ديالها في هذا البيت تلقات المغضورة طعنات متعددة على مستوى القلب بعدما عادت بسيارتها من مدينة الضار البيضة حيث كتشتاغل وكشفت مصادر خاصة للأخبار الفجر المغربية أن المشتبه فيه تبع المغضورة إلى الطابق الثاني حيث كتسكن بعدما فتحات باب المنزل ديالها دفعها وباشر بطعنها قبل ما يلتاحق بها الأب ديالها اللي كان كيتواجد في المنزل واللي تلقى ضربة بيد المشتبه فيه خلته يغيب عن الوعي دياله وحسب مصادر أفضت الكشف عن الهوية ديالها الضحية لم تكن على علاقة مع الجاني مثل ما يعوج والاعتداء ما كانش بهدف السرقة وإنما على الأرجح عداوة وتصفية حسابات هذه كانت المعلومات الأولية في انتظار عناصر الأمن يلقوا القبض على المشتبه فيه ويكشفوا عن ظروف ملابسات القضية حياة الدليمي الداخلة أخبار الفجر المغربية